مرحبا بكم كيف الحال؟ لقد طال غيابون عنكم؟ الآن قد عدنا وقد اشتقنا كثيرا فلنبدأ بالدرس كما ترون أمامكم هنا ثلاث خرائط خرائط يعني تدل على الأرض أو تدل على تقسيمة البيت كم غرفة في البيت أين هي غرفة النوم؟ أين هو المطبخ؟ أين هو الحمام؟ وهنا خريطة الحي هنا الطرقات هذه الطرقات وهنا مثلا ساحة الحي هنا البيوت هذه خرائط الحي تدل أين توجد كل بناية أين هي ما اسم هذا الشارع وما اسم هذا الشارع هذه هنا مثلا الساحة هذه نسميها خريطة أما هذه فخريطة البيت كما ترون هنا غرفة النوم هنا الحمام هنا البطبخ وهنا غرفة الجلوس أما هذه فهي خريطة لبنان الأرض التي نعيش عليها هذه شكل خريطة لبنان وطننا لبنان فلنبدأ بالدرس هذا الصبي يخبرنا عن الخريطة ويتساءل أين أنا؟ هذه خريطة منزلنا هذه غرفتي أنا هنا إنه يدلنا على غرفة نومي انظروا هذه خريطة الحي المدينة التي يعيش فيها هذه خريطة مدينتي هذا الشارع الذي أعيش فيه وهنا بيتي هذه خريطة لبنان لقد سبق وريتكم إياها هذه الكرة الأرضية الكرة الأرضية حيث توجد كل بلدان العالم عليها هذه الكرة الأرضية هل أستطيع أن أرى منزلي عليها؟ طبعا لا يستطيع فالكرة الأرضية كبيرة جدا ومنزلها عبارة عن نقطة صغيرة على هذه الكرة الأرضية طبعا لا يستطيع أن يراها أبدا إذن هذا هو الدرس وعنوانه الآن فلنأتي إلى هذا الحرف ماذا الحرف؟ إنه الحرف لام هنا لام في أول الكلمة وهنا لام في وسط الكلمة أما هذه اللام المتصرة من هنا وهذه اللام فهي في آخر الكلمة فلنقرب بلدي لبنان من أجمل بلدان العالم بلدي لبنان من أجمل بلدان العالم بلدي لبنان أجمل بلدان ل لبنان أجمال هنا متصر وهنا متصر وهنا في وسط كلمة بل ل بلدان الآن لبنان هذه خريطة لبنان لبنان منزل انظروا لبنان اللام في أولها منزل اللام منفصل في آخرها علم هنا اللام في وسط الكلمة متصلة على الجنبين الآن لام مع فتحة ل لام مع أليف لا لام مع ضمة لو لام مع الواو لو لام مع الكسرة لي لام مع الي لي فلنقرأ هنا ن ز ل نزل بلال بلال نزل بلال الآن إليكم التطبيق هنا تقدر رسموا لنا خريطة لبنان وسأل وكأو قالوا لنا أكتبوا أسماء المدن التي أرى في اسمها حرف اللام هنا خريطة لبنان هناك عدة مناطق تحتها على حرف لام أستطيع أن أكتبوا هنا مثل طرابلوس انظروا اللام متصلة جبيل اللام متصلة في آخر الكلمة بعلبك اللام متصلة في وسط الكلمة بيروت هل وجد فيها لام؟ كلا صيدة أبدا صور أبدا إذن سأكتبوا طرابلوس جبيل وبعلبك فقط بقية المدن لا تحوي أسماء المدن لا يحوي على حرف لام الآن فلنأتلوا هنا هنا سوف نعط على هذه اللوحة أسماء بلدات ومناطق لبنانية فيها حرف لام أرسم دائرة حولها أما لأرى ما هي التمارين الصعب عليكم أفوان هنا أعطوني عدة حروف وقالوا لي اجمعي هذه الحروف لتحصولي على الكلمة هنا مثلا لبنان لبنان هنا ب ل دي ب حرف الباء حرف اللام في وسط الكلمة ودال معي دي ب ل دي هنا ما ن ز ل منزل ميم ونون في وسط الكلمة زين متصلة في وسط الكلمة واللام هنا منفصلة في آخر الكلمة ن ز لا ن ز لا هذه على ما أعتقد أصبحت سهلة عليكم ليست بالصعبة وهذه أيضا سهلة جدا الآن هنا أيضا سهلة أضع الحرف المناسب في مكان المناسب وهنا لدينا حرف اللام إما مع المد القصير أو مع المد الطويل في العلم هنا لام في وسط الكلمة وهي مع المد القصير فتحة لعبة هنا اللام في أول الكلمة وهي مع الضمة ل لعبة لسان هنا اللام في أول الكلمة وهي مع المد القصير الكسرة لي هنا طاولات أسمعوا صوت اللام طويل إذن هو مع المد الطويل لا طاولات هنا لبياء لبي يعني لبياء لبياء فإذن لام مع واو أضعوا لام مع واو هنا لبياء وهنا دوالي بالهواء دوالي أشدد على الكسرة هنا إذن نحن المد الطويل لام مع يا لي أضعوا هنا أما هنا وهو آخر تمرين أكتبوا اسم ما أراه في الصورة هنا ماذا أرى في الصورة أرى ثلج وهنا جبل جبل هنا حرف لان في آخرها وهنا خريطة ما نادي خريطة أي بلد إنها خريطة لبنان لبنان والآن أحبائي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر